اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مساء الخميس اكد الامير محمد بن سلمان اتفاقه والتزامه بالاتفاق الذي وقعه مع روسيا ورئيس الروسي فلاديمير بوتين حول عدم زيادة امدادة النفط العالمية حفاظا على استقرار الاسعار الحالية اكد ولي العهد الامير محمد بن سلمان على اهمية الحفاظ على اتفاق مجموعة اوبك بلاس مع روسيا وحرص المملكة على المحافظة على توازن واستقرار اسواق النفط عكس ما يتطلع ره الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والذي كان قد زار الرياض والامارات خصوصا من اجل زيادة انتاج النفط زيارة باءت بالفشل كما قال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضر والذي اكد ان الزيارة فشلت فشلا درعا وقال الخبير الاقتصادي الكويتي ان اتفاق اوبك بلاس اتفاق لا يمكن لأي دول اتخاذ قرار احادي فيه لا السعودية ولا الامارات ولا روسيا ولا غيرهم وهذه معلومة لا اعرف كيف تفوت ادهان الامريكيين والبريطانيين هناك اتفاق اوبك بلاس وهذا الاتفاق لا يمكن خرقه وخاصة من قبل دول الخليج الاتفاق سيظل ساريا وخلال اي اجتماع قادم سيطرح اذا كان سيطرح رفع الانتاج ولكنني ارجح ان يبقى مستوى رفع الانتاج عند المستوى الذي كان عليه جاء تعقب ذلك جاء ذلك تعليقا على محادثة ومكالمة هاتفية جاء الامير محمد بن سلمان مع رئيسي الوزراء الياباني فوميوكي شيدا والتي اكد فيها الامير محمد بن سلمان على اهمية الحفاظ على اتفاق مجموعة اوبك بلاس وحرس المملكة على المحافظة على توازن واستقرار اسواق الطاقة العالمية كما رجح الخبير الاقتصادي الكويت حجاش بوخضر فشل زيارة رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون للصعودية والاميرات ومشيرا ان دول الخليج لان تلبي رغبة الغرب برفع انتاج النفط بشكل وحادي وقال بوخضر في حوار مع وكالة سبوتنيك حول نتائج زيارة رئيس الوزراء البريطاني للمنطقة رئيس الوزراء البريطاني عاد بخفي حنينة في تصريح رئيس الوزراء البريطاني قال انه طرح قضايا كثيرة على الرغم من ان هدف زيارته الاخيرة هو رفع انتاج النفط لكنه لم يتكلم عن هذا الموضوع بالتحديد واضاف الخبير الاقتصادي ان رئيس الوزراء البريطاني تكلم عن استقرار الاسواق ولم يتطرق لزيادة الانتاج من الصحيح ان زيادة الانتاج قد تؤدي في بعض الاحيان لاستقرار الاسواق لكنها قد لا تؤدي هذا الغرض في احيان اخرى لو ذكر ان هذه الزيارة حققت الهدف المرجو منها بانه اتفق افتراضا مع الصعودية والامارات على زيادة الانتاج لصرح بذلك بشكل مباشر وصريح وهو ما لم يفعله ورأى بخضور ان الزيارة كانت فشلة وتأتي على خطى الولايات المتحدة والتي سبقتها في محادثاتها مع الصعودية مشددا على ان الزيارات التي تليها لن تنجح ايضا معللنا الامر بقوله ان الموضوع شائك جدا وفيه ملفات شائكة الغرب لم يفي بهذه الملفات مع دول الخليج حول القضايا التي تهم هذه الدول وحول العلاقات بين دول الخليج والغرب قال الخبير ان الولايات المتحدة الامريكية اوروبا بشكل عام لم تقدم مبادرة واحدة حول القضايا التي تهم دول الخليج مضيفا بقوله الان هم يريدون ان يحققوا ما يصبون اليه في مسألة النفط ثم بعد ذلك لم يفو باي مطالب لدول الخليج واختتم بالقول من جانب اخر اوبك بلس اتفاق ولا يمكن لأي دول اتخاذ قرار احذي فيها وهذه معلومة لا اعرف كيف تفوت اذهان الامريكيين والبريطانيين هناك اتفاق اوبك بلس وهذا الاتفاق بالتخدد لا يمكن خرقه من اي جهة وخاصة من قبل دول الخليج الاتفاق سيظل ساريا وخلال اي اجتماع قادم سيطرح ان كان سيطرح رفع الانتاج ولكنني ارجح ان يبقى مستوى رفع الانتاج عند المستوى الذي كان عليها ولان زيارة بوريس جونسون قد فشلت فشلا داريعا الى المملكة العربية السعودية لزيادة الانتاج فلأول مرة منذ توليه منصبه وزير خارجية امريكا يزور السعودية والامارات وسط هذا التوتر الملحوظ فقد كشفت عدة مصادر ان وزير الخارجية الامريكي انطوني بيلينكين يعتزم زيارة منطقات الشرق الوسط خلال الاسبوعين القادمين في جولة تشمل اسرائيل وفلسطين المملكة العربية السعودية ودولة الامارات ونقل تقرير نشرهم موقع والا الاسرائيلي عن خمسة مصادر اسرائيلية امريكية وفلسطينية ان بيلينكين اطلع وزير الخارجية الاسرائيلي بائر لابين عن اعتزامه زيارة المنطقة في اجتماعهما في ريغا قبل عشرة ايام ومنذ ذلك الوقت تغير تاريخ الزيارة اكثر من مرة حيث تحاول وزارة الخارجية الامريكية منذ اسبوع تنسيق موعد نهائي للزيارة مع السعودية ودولة الامارات واسرائيل والسلطة الفلسطينية وفقا للتقرير وذكر مسؤولنا اسرائيليون ان الزيارة من المتوقع ان تتمحور عن مشاركة الرئيس الامريكي جو بايدن في القمة مع قادة حلف النيتو في بروكسل بتاريخ الرابع والعشرين من مارس القادم ومن غير الواضح اذا كانت الزيارة او زيارة بيلينكين ستصبح قبل هذه القمة او مباشرة بعدها المسؤولنا الاسرائيليون مع ذلك اشاروا الى ان احداثا مرتبطة مع الازمة في اوكرانيا يمكن ان تؤدي الى تأجيل الزيارة والغائها اشتركوا في القناة